أمريكا تهاجم الحوثيين والانفصاليين في اليمن صدر هذا الهجوم الذي وصف بالقوي عن وزير الخارجية مايك بومبيو وعن السفير الأمريكي في اليمن ماتيو تولار الوزير بومبيو عبر في تصريحات لإحدى القنوات السعودية عن قناعته بأن الحوثيين لا يعملون إلا بإعازة من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامينئي وقائد العمليات الخارجية في الحرس الثوري قاسم سليماني وشدد على أن استمرار الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد في إشارة إلى الاتفاق المتعلق بالحديدة وموانئها على شاطئ البحر الأحمر والذي تم التوصل إليه بين الحكومة والحوثيين برعاية الأمم المتحدة في ضواحي العاصمة السويدية في الثالث عشر من ديسمبر من العام المنصرم الإشارة القوية التي وردت في تصريحات الوزير بومبيو تلخصت فيما أكد عليه الوزير الأمريكي من أنه يتوجب على الحوثيين أن يقتنعوا بأنهم لن ينتصروا في الحرب السفير الأمريكي الذي يوشك على إنهاء مهماته الدبلوماسية في اليمن ماثيو تلار حمل من جهته الحوثيين مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق التهديئة وإعادة الانتشار في الحديدة وموانئها الثلاث واعتبر سلاحهم خطراً على المنطقة لكن بلاده كما قال لم تفقد الأمل بعد في إمكانية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات السلام في ستوك هولم بالسويد وكان تلار يتحدث في مؤتمر صحفي بعد لقاء له مع رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد في العاصمة المؤقتة عدن وهناك أفاد السفير تلار بأن بلاده تدرك أهمية مدينة عدن الاستراتيجية وتعمل مع الحكومة على إعادة بناء المؤسسات وأرسال إشارة قوية إلى من وصفها بالجماعات التي تسعى إلى تقسيم اليمن مفادها أن بلاده لن تدعم هذه الجماعات وزاد على ذلك بالقول إن مصلحة واشنطن تتمثل في بقاء اليمن موحداً وآمناً لذا ستبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع في هذا البلد وسائل إعلامية سعودية احتفت بتصريحة تولر ما استدعى ردود أفعال من قيادات تدعمه أبو ظبي على نحو دفع بالمراقبين إلى استنتاج أن حالة مرئية من الانقسام في الموقف السعودي الإماراتي حول الأجندات التي صممت لصياغة ما اعتبره هؤلاء المراقبون نهاية سيئة لمهمة التحالف في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر